موسيقى وزيرة التخطيط تكشف عن تخطيص واحد واثنين من عشر مليار جنيه لنهوض بالقرى الأكثر احتياجا بخطة 2018-19 الصين تعرض عن تفاؤلها بشأن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الاقتصاد الأمريكي يخلق 20 ألف وظيفة فقط في فبراير في ظل انكماش للأجور وطباطئ للاقتصاد موسيقى مشاهدينك كرام من النيل الأخبار نحييكم هذه نشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم فأهلا بكم قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالا السعيد أنه تم وضع معايير للقرى الأكثر احتياجا بحيث يكون عدد سكانها خمسة آلاف نسمة فأكثر موضحة أنه تم تخصيص حوالي مليار ومئتي مليون جنيه للنهوض بتلك القرى بخطة العام المالي 2018-19 وأكدت الوزيرة على أن اجتماعها مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين بحث خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات وأشارت السعيد إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجا خلال عامي 2019-2020 يخدم نحو 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة بتكلفة تقدر بحاولي 7 مليارات جنيه تفقد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم يرافقه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تفقدوا أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المطار الكورنيش استعدادا لمؤتمر الشباب العربي الإفريقي الذي تستضيفه مدينة أسوان السبت المقبل وقال وزير الإسكان أن الطريقة بطول 20 كيلو مترا مقسم على ثلاث قطاعات بداية من بوابة مطار أسوان ومرورا بطرق السادات ونهاية بكرنيش مدينة أسوان مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير خلال أيام معدودة قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تساهم في تنشيط السياحة إلى مصر بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية تصريحات المشاط جاءت على هامش مشاركتها في برصة برلين السياحية حيث أكدت أن خطة وزارة السياحة للترويج لمصر من خلال تنظيم البطولة الإفريقية حيث ستقوم بإعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة كما ستقوم باستخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات لتكون منصات ترويجية لمصر أشهد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجين ريك تريك بما قامت به الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتشجيع وجدب المستثمرين العالميين وأكد المسؤول الأوروبي أن مصر أصبحت من أكبر بلدان العالم التي يقوم البنك الأوروبي بالاستثمار فيها موضحا أنه خلال السنوات الست الأخيرة بلغ حجم استثمارات البنك نحو الخمسة مليارات يورو في مصر قال نائب وزير التجارة الصيني وانشو وون إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ما زالتا تعملان ليلا ونهارا لتوصل الاتفاق التجاري يحقق مصالح الجانبين وأمال العالم أيضا وأنه يرى أملا يلوح في الأفق وأضاف وون وهو أيضا نائب الممثل التجاري الدولي للصين أضاف في مؤتمر صحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية بالعاصمة بايكين أن فريق البلدين يبذلان قصارى جهدهم لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيم البلدين وتابع أن الفريقين أجرأي ثلاث جولات من المشاورات على مدار أكثر من ثلاثة أشهر مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق متبادل النفع ومربح للجانبين يصب في صالح البلدين كما أنه يتوافق مع تطلعات العالم وعلى صعيد آخر كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد ثقته بأن الولايات المتحدة يمكنها إبرام اتفاق مع الصين بشأن التجارة لكنه أضاف أنه يعتقد أن بلاده ستواصل العمل على نحو جيد جدا سواء في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاق مع العملاق الاقتصادي الأسيوي وأوضح مستشار البيت الأبيض للتجارة الدولية أن البلدين حقق تقدما في المحادثات لكن ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه خلال الفترة المقبلة على حد قوله رفعت الأرجنتينا سعر الفائدة القياسي بشكل حاد وهو ما ساعد في تعافي عملتها البيزو بعد أن سجلت مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي في الجلسة السابقة وأغلق البيزو مرتفعا بـ 13.100% عند 41.12% مقابل العملة الخضراء بعد أن رفع البنك المركزي سعر فائدة رئيسي إلى أكثر من 59% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يناير في مسعى لإغراء المتعاملين على العودة إلى شراء العملة المحلية بعد أن دفعتهم مخاوف اقتصادية للتخلص منها وفي الولايات المتحدة الأمريكية توقف نمو الوظائف تقريبا في فبراير الماضي مع خلق الاقتصاد لـ 20 ألف وظيفة فقط في ظل انكماش في الأجور بقطاع التشييد وبضعة قطاعات أخرى وهو ما قد يثير المخاوف بشأن طباط إنحاد في النشاط الاقتصادي الأمريكي ويتماشى تواضع نمو الوظائف الذي جاء في تقرير وزارة العمل الأمريكية مع طباط الاقتصاد الذي سيسجل في يوليو نموا مستمرا منذ عشر سنوات وهي أطول فترة نمو مسجلة للاقتصاد الأمريكي وانخفض معدل البطالة مجددا إلى أقل من أربعة بالمئة وسجل نمو السنوي للأجور أفضل وطيرة منذ عام 2009 في ألمانيا أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي عن أن الطلبيات الصناعية هبطت على غير المتوقع في يناير في إشارة جديدة على أن أكبر اقتصاد بأوروبا بدأ بداية ضعيفة هذا العام وأشارت البيانات إلى أن عقود السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت بـ 2.6% وقرأ تعديل بيانات ديسمبر بالرفع إلى زيادة نسبتها 9% مقارنة مع قراءة سابقة أظهرت انخفاض نسبة 1.6% ويخالف هذا الانخفاض في يناير توقعات لزيادة نسبتها 0.5% خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي ليصل لأدنى مستوى في عشرة أشهر مع تنفيذ منتجين مستقلين خططا لخفض الإنفاق رغم أن شركات نفطية كبرى تخطط لمزيد من الإنفاق وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد حفارات النفط خفض بمقدار 9 حفارات الأسبوع الماضي ليتراجع إجمالي عدد الحفارات إلى 834 حفارا وهو الأدنى منذ ماي الماضي هذا ومازال عدد حفارات النفط النشطة بأمريكا هو مؤشر أولي للإنتاج المستقبلي ومازال مرتفعا عن مستوى قبل عام عندما بلغ 796 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من ارتفاع الأسعار في ذلك الحين أما على صعيد أسواق النفط العالمية هبطت الأسعار بنحو 1% في ختام تعاملات الجمعة نهاية تدولات الأسبوع بعد بيانات مخيبة للآمال لنمو الوظائف في أمريكا جددت المخاوف بشأن طباط الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب أيضا على النفط وعما تعرض السوق لضغوط من زيادات كبيرة في إمدادات الخام الأمريكي تراجعت عقود مزيج برينت 56 سنة أو 8 من 10% لتبلغ عند التسوية 65 دولار 74 سنة للبرمين لكن خام القياس العالمي ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1% وانخفضت عقود خامي غرب تيكسس الوسيل 59 سنة أو 1% لتسجل عند التسوية 56 دولار 7 سنتات للبرميل وعلى مدار الأسبوع صعد خام القياس الأمريكي بنصف في المئة وفي أسواق المعادن النفيسة صعدت الأسعار خاصة الذهب الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واخترقت لفترة وجيزة حاجز الألف وثلاثمائة دولار للأوقية مع تضرر العملة الأمريكية وشهية المستثمرين للمخاطرة من تقرير ضعيف بشأن الوظائف في الولايات المتحدة فقام أيضا صورة قاتمة للاقتصاد العالمي وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري إلى 1.6% إلى 1299 دولارا 6 سنتات للأوقية منهيا الأسبوع على زيادة قدرها 4 من 10% كما قفزت الفضة بنحو 2% إلى 15 دولارا 33 سنتا للأوقية وتنهي الفضة الأسبوع على زيادة قدرها 8 من 10% وارتفع البلاتين بـ 12% إلى 814 دولارا 88 سنتا للأوقية أعلن بنك آف أمريكا عن نزوح تدفقات بعشرة مليارات دولار من الأسهم خلال الأسبوع الماضي لتساهم في أسوأ بداية عام تسجلها التدفقات الخاصة بالأسهم منذ عام 2008 وأشار البنك الأمريكي إلى خروج تدفقات بنحو 80 مليار دولار من الأسواق المتقدمة بينما دخل ما يزيد قليلا عن 18 مليار دولار إلى الأسواق الناشعة وشهدت السندات دخول تدفقات بقيمة 8 و 18 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي في حين سجلت صندوق الذهب نزوح تدفقات بقيمة 1 و 2 من 10 مليار دولار ومشاهدين الكرام بهذا الخبر انتهت نشرتنا ونذكركم بأم أخبارها وزيرة التخطيط تكشف عن تخصيص 1 و 2 من 10 مليار جنيه للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا في خطة 2018-19 الصين تعرب عن تفاؤلها لشأن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي يخلق 20 ألف وظيفة فقط في فبراير في ظل انكماش للأجور وطباطئ للاقتصاد شاهدين الكرام كانت هذه نشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم دائما على حفظ المتابعة إلى اللقاء شكرا 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 شكرا